السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير على الجميع يا هلا يا مرحبا بما تابعين سناب خلطة ولد الشرقية طبعا شوف هذه الفرس لاعب فيها الملاريا وهم لاعب فيها الدود واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثماني تسعة عشرة احدعش اناعش تلتطعش تلتطعش عديتهم والله طبعا ان شاء الله بجرب عليها خلطة ولد الشرقية ليوم التاريخ سبع وعشرين احدعش اشرين ثلاثة وعشرين بوريكم ان شاء الله خلطة ولد الشرقية عليها طبعا هذه الفرس تونشرين ها وهذه الجهة الثانية واحد اثنين ثلاث اربع خمسة ست سبع ثمانية تسعة عشرة شوف هذه الفرس تونشرين ها شوف كيف لعبة فيها الملاريا شوف هادي ما ادري والله هذا ويش خراج تونشرين ها ان شاء الله بستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية رقم اربعة واريكم صحة الفرس بعد شهر شوف ما شاء الله تقريبا عمر هادي عشر سنوات واضح التصوير بستخدم عليهم خلطة رقم اربعة باذن الله طبعا بجرب الملاريا والدود ونعطيهم خلطة التسمين دعوات كمنا نشوف والله حرام دي الفرس والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة علينا وعليكم يا حلم تابعين ما شاء الله تبارك الله طبعا هادي صورتها قبل عشر ايام بالضبط وكنت اعد العظام حق الفرس تقريبا اليوم سبعة وعشرين خمسة عام الف واربعمية وخمسة واربعين اليوم الجمعة ما شاء الله تبارك الله شوف الفرس كيف تغيرت ما شاء الله تبارك الله طبعا عشر ايام بالضبط وانا استخدم الخلطة او 11 يوم بالاصح يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شوف كيف صارت طبعا عشر أيام أنا قلت لكم بس تخدمها شهر شهر كامل الخلطة شهر كامل بإذن الله رايح وريكم بس خلنا أروح من وراء بس خايف إنها الفرس ما تعرفها طبعا شوف هذا العلامة علامة الخراج شوف هذا علامة الخراج خلنا أصور من الجهة الثانية وهذه ما شاء الله الفرس بعد عشر أيام من الجهة الثانية ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله فيه تحسن واضح بإذن الله هذه الفرس وهذا الخراج اللي صورتها لكم حق تشوفوها بس هذا هي ما شاء الله تبارك الله طبعا الفرس جديدة عندي ما أدري ترمح ما ترمح تصقل ما تصقل الله أعلم زي ما علمتكم اليوم خالص خالص ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير على الجميع ما شاء الله تبارك الله طبعا بوريكم الفرس هذه اللي شرناها هزيلة ما شاء الله تبارك الله كنت أعد أعظامها كنت أعد أعظامها ما شاء الله تبارك الله الآن تقريبا عشرين يوم وأنا أستخدم خلطة ولد الشرقية بالضبط ما قطعت عنها الخلطة يوميا والدليل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شوف ما شاء الله الخراج وهذه الجهة الثانية ما شاء الله تبارك الله كنت أعد الأعظام وأنا وعدتكم خلال شهر رايح أوريكم قبل وبعد وهذه الفرس ما شاء الله تبارك الله بعد استحدام خلطة ولد الشرقية لتسمين الحلال تلاحظ ياب الشباب طلع لي طبعا روشتها يلا طلع لي الأعظامة اللي كنت أعدها ذك اليوم ما شاء الله تبارك الله طبعا نقلت كل 15 يوم بصورها لنقلق الشهر باقي إن شاء الله خمسة أيام تقريبا خمسة أيام أو أنا صورت في 13.5 1445 إن شاء الله رايح أوريكم التصوير كامل وهذه بعد استخدام الخلطة ما شاء الله تبارك الله كنت أعد العظام ما شاء الله تبارك الله هذه بعد استخدام خلطة ولد الشرقية يا زينيش يا زينيش ما شاء الله تبارك الله هذه الفرس طبعا بدون فلتر التصوير والله بدون فلتر وهذا الخراج اللي كنت أصوره ها هذا الدليل ما شاء الله أخذنا بالروحة 20 يوم 20 يوم على الخلطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير على الجميع يا هلا ويا مرحبا بمتابعين السناب خلطة ولد الشرقية تم تصوير هذه الفرس في تاريخ تلتعش خمسة عم ألف واربعمائة وخمسة واربعين ما شاء الله تبارك الله اليوم التاريخ تلتعش عم ألف واربعمائة يعني كامل خلطة ولد الشرقية هذا استمر عليه 15 يوم وهذا الدليل ما شاء الله تبارك الله هذا الخراج هذا الخراج اللي صورتها والحمد لله كنت أعد إعظام الفرس الآن يعني نسبة الشفاء نقول ما بنقول 100% 80% كنت أعد العظام هنا كنت أعد العظام ما شاء الله تبارك الله شوفها الآن والله احتمال بعد تكون لقاح أنا قلت بخليها شوي تسمن وبشيعها على الفرس في مقاطع قبل وبعد إن شاء الله رايح أنزها لكم بتشوفوها قبل وبعد قبل استخدام الخلطة بشهر كامل الآن بالضبط شهر كامل وهذا الخراج صورتها على ثلاث مراحل في البداية أو تاريخ 20 وبعد أسبوع تقريبا مستخدام الخلطة واندل رب العالمين فيه وضوح كامل وانتوني المتابعين اتبعوني أول باول لتشوفوني أصورها كيف كانت الفرس طبعا الآن الذبان نملاعوزها شوي شوف كيف الفرس والله كنت أعد العظام يعني الآن الحمد لله الحمد لله نقول 8% تغيرت الفرس هذه الفرس بعد استخدام الخلطة لمدة شهر كامل كل يوم أحط استكنتين شاي مع الوافي والإشوار ما شاء الله تبارك الله وهذه الخلطة طال عمرك وهذه الفرس هذا هي شفتوها يا شباب شهر كامل وأنا أستخدم الخلطة من تاريخ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم التاريخ خمسة ستة عام ألف واربعمائة وخمسة واربعين اليوم الأثنين ما شاء الله تبارك الله أحد الزباين من منطقة عرعر يطلب خلطة والد الشرقية لتسمين الحلال ما شاء الله تبارك الله طبعا اليوم الخلطة فرش طبعا هذه آخر خلطة حق سنة ألف واربعمائة وخمسة واربعين إن شاء الله ندخل للسنة الجديدة عشرين أربع وعشرين بنقول بسم الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة